موسيقى من الصفات الملازمة للشباب أيضاً والشجاعة والجسارة وعدم الخوف من الأعداء مهما كان عددهم ومهما بلغت قوتهم ومهما بلغت قسوتهم مثالنا في هذا اليوم هو الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه حوار رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم وهو فتى أمره ستة عشر عاماً وتصور أنه من عائلة وكان عمه من صناديد قريش ويدخل الإسلام ولا يخاف شيئاً ويعذب عذاباً شديداً من عمه حتى يكاد يصل إلى الموت رغم ذلك هو يردد ويقول والله لا أرجع إلى الكفر أبداً وكان شجاعاً وكان جسوراً لم يتخلف رضي الله عنه وأرضاه عن واحدة من المعارك بتاتاً شارك في بدر وفي أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي الخندق عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بخبر القوم وكان الخوف والبرد قد خيم على أصحابه قال من يأتيني بخبر القوم فقام الزبير وقال أنا يا رسول الله فركب فرسه وانطلق لكي يعرف أعداد المشركين يعني أن يكون عيناً لكي يعرف أعداد المشركين وتجمعاتهم قبل أن يتجمعوا مقابل الخندق ومرة ثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق من يأتيني بخبر القوم وثالثة فقام في الثلاث مرات الزبير بن العوام حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير بن العوام والحواري هو التلميذ والقريب من الشيخ أو من المعلم وجاءت التسمية من الحواريين التي ذكرها القرآن الكريم عن تلاميذ المسيح عليه السلام قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون لذلك حاز الزبير بن العوام هذه المرتبة العالية من بين أصحاب رسول الله لشدة شجاعته وجسارته وعدم هيبته من الأعداء رغم أن الأعداء كانوا كثر وتجمعوا على المدينة حتى وصل عددهم عشرة آلاف من المشركين يعني جيش آنذاك جرار وكبير وأحاط بالمدينة وبلغ الخوف كل قلب كما ذكر القرآن وبلغت القلوب الحناجر ورغم ذلك كان الزبير متميزا في شجاعته وفي جزارته أما الدروس المستقات من سيرة هذا الفتى من سيرة الزبير بن العوام الذي بلغ ما بلغ من الدرجات حتى حاز أن يكون أحد العشر المبشرين بالجنة فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي بن أبي طالب في الجنة ووصل وقال الزبير في الجنة فحاز درجة أن يكون واحد من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه كل حياة الزبير كانت جهادا كل حياة الزبير كانت عطاءا كانت كريما وسخيا بالأخص عندما أصبح غنيا في أواخر حياته فقد ابتدأ الزبير حياته فقيرا وكان فقيرا حتى عندما تزوج وتزوج السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاه ذات النطاقين وعاش حياة فقيرة يساعد أحدهم الآخر فلما كان لهم ولد اللي هو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه وكثرت الأشغال وكثرت أمواله وأصبح الزبير من الأغنياء رضي الله عنه وأرضاه فقد كان سخيا كريما يعطي ذات اليمين وذات الشمال وشارك في كثير من الحروب وغنم كثيرا من الغنائم فقد يكون الدرس الأول من الزبير أن نقول أنه كان غنيا كريما الكرم والسخاء صفة ملازمة لمن يحبه الله ورسوله هكذا كان الزبير كان كريما وكان معطاءا وكان لا يرد سائلا فينبغي على الشاب أن يعمل بجد لكسب المال لا يبقى فقيرا الإسلام لا يريد منا أن نبقى فقراء لا نبدأ فقراء نعم ولكننا بالجد وبالعمل وبالكسب وبالتجارة تكون حالتنا الاقتصادية تتحسن شيئا فشيئا لكن لا نكون بخلاء وإنما نكون أسخياء كرماء كما كان سيدنا الزبير ابن العوام رضي الله عنه وأرضاه فإذا كان الكرم هو الدرس الأول من الدروس التي ينبغي أن نستقيها من الزبير فالدرس الثاني سيكون هو الشجاعة والجسارة والدخول في المعامع والمعارك دون خوف فقد كان زاهدا في الدنيا فقد اشترك في اليرموك معركة اليرموك واشتغل في معركة فتح مصر وقد كان له دور في فتح حصار حصم بابليون وساعد عمرو بن العاص في ترتيب الأمور في مصر المهم كان شجاعا وكان جسورا ومن هذه الشجاعة تعلم ابنه والابن على سر أبيه كما قالت العرب ومن يشابه أبه فما ظلم فكان عبد الله بن الزبير من صغار الصحابة ولكنه كان آية في موضوع الشجاعة والجسارة لذلك هذا الدرس ينبغي أن نتخذه لنا قدوة للأسف كثير من الشباب نستطيع أن نقول جبناء خائفون لكل هذا الخوف والجبن نتيجة لحب الدنيا فحب الدنيا يورث الجبن ويورث البخل ويورث الحرص على هذه الحياة أما الزهد في الدنيا وحب الآخرة فهو الذي يورث الشجاعة ويورث الجسارة عسى أن نكون شجعانا وأصحاب جسارة وقوة كما كان الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه جمعنا الله وإياكم مع الزبير بن العوام في الجنة اشتركوا في القناة